شارك رئيس عبد الفتاح السيسي عبر تقنيات الفيديو كونفرنس في أعمال الدورة الأربعين للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومة الوكالة الإنمائية للاتحاد الأفريقي نيباد صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة بأن الاجتماع شهد تسل مصر رئاسة اللجنة التوجيهية لنيباد من الرئيس الرواندي بولكا جامي وذلك بإجماع أعضاء اللجنة لدعم الترشح المصري ومن المقرر أن تمتد رئاسة مصر اللجنة حتى عام 2015 وفي كلمته أمام اللجنة أكد رئيس السيسي أنه في ظل الأزمة الاقتصادية الدولية يستلزم الأمر النظر في موارد تمويلية جديدة وغير تقليدية كما يتطلب بدل الجهد في حل أزمة ديون المتراكمة لتتمكن أفريقيا من استعادة وطيرة التعافي الاقتصادية وخلال كلمته استعرض رئيس السيسي أولويات الرئاسة المصرية للنيباد حيث أكد أن مصر ستعمل على تكثيف جهود حجد الموارد المالية في المجالات ذات الأولوية ومن بينها تطوير البنية التحتية وأضاف الرئيس أن الرئاسة المصرية ستركز على محور التحول الصناعية والبناء على ما تم تحقيقه من نتائج قلال القمة الأفريقية الاستثنائية حول التصنيع التي انعقدت في نيامي في نوفمبر الماضي وقال الرئيس السيسي أنه سيتم الإسرع من تحقيق المستهدف من اتفاقية التجارة الحرة القارية بالانتهاء من المفاوضات على كافة بروتوكولتها الإضافية وأكد الرئيس السيسي أنه سيتم العمل على مشاركة الدول الأفريقية لخبراتها في مجال البنية التحتية مشيرا إلى مشروع سيد جوليوس نيريري في تنزانيا والذي يتم تنفيذه بأياد مصرية وتنزانية مؤكدا أن مصر على أتم استعدادا لمشاركة خبرات الشركات المصرية مع الدول الأفريقية وأضاف الرئيس السيسي أن الرئاسة المصرية ستعمل على تكثيف التعاون والتنصيق مع الشركاء الدوليين ومؤسسات التمويل الدولية لسد الفجوة التمويلية في مشروعات التنمية المستدامة وتخفيف أعباء الديون عن الدول الأكثر تضررا مع الاستفادة من المبادرة الجديدة التي يتم طرحها خلال قمم الشراكة التابعة للاتحاد الإفريقي ترجمة نانسي قنقر